في لبنان تجددت المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين في طرابلس شمال لبنان فيما أعلن الجيش توقيف 17 شخصا لمشاركتهم بمظاهرات الأيام الماضية وعادت التوترات إلى شوارع طرابلس بعدما عمد محتجون على إشعال النيران بحاوية نفايات عند مدخل سرايا المدينة فيما قام الجيش اللبناني بالتدخل في هذه الأثناء وأخلى ساحة النور بالكامل من جميع المتظاهرين وسيطرة على جميع المداخل